رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أشرف بعد ذلك رفقة عميد جامع الجزائر الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني أشرف على التدشين الرسمي لجامع الجزائر بكل مرافقه هذا السرح الديني والحضاري والعلمي الذي سيكون منارة للإشعاع الديني والفكري في الجزائر وفي كل المنطقة وحسنا منيعا يحافظ على المرجعية الدينية للجزائر المبنية على الوسطية والاعتدال